موسيقى السلام عليكم ورحمة الله الرئيس أبو مازن يحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن تصعيدها الذي أودى بحياة خمسة عشر مواطنا في إثنان بظاهرات سلمية شعبية في قطاع غزة يوم الجمعة أحيانا لذكرى النكبة والولايات المتحدة تعطل قرارا في مجلس الأمن يدين إسرائيل أو مشانه إدانة ارتكاب إسرائيل جريمة جديدة بحق مواطنين عزل في قطاع غزة في حال السياسة لهذا المساء المصالحة ما بين الضرورات والممكنات المجلس الوطني وفق القادم على الصعيد الداخلي الأفق السياسي ما بين تصعيد يحمل في طياته مخاطر مواجهة شاملة وما بين استقرار يقود إلى إزالة أسباب التوتر ويفضي إلى مسار سياسي ضيفي في حال السياسة لهذا المساء دكتور محمد فرحات جرادات الباحث في الشهون الاستراتيجية من بيت لحم عبر الأقمار الاستنائي أهلا بك دكتور مساء الخير يعطيك العافية أستاذ خالد أولا أود أن أبدأ من حيث أسلفنا بالعناوين إسرائيل أودت بحياة خمسة عشر مواطنا عزلا إلا من إيمانهم بعدلة قضيتهم أثناء مشاركتهم في أحدى المسيرات السلمية الشعبية تنديدا بسياسات الاحتلال وجرائمه وحصاره لقطاع غزة وأحياء لذكرى النكبة ما الرسالة خمسة عشر مواطنا والحديث هنا يدور عن مئات الجرحى جراح بعضهم غاية في الخطورة ما هي الرسالة التي أرادت إسرائيل يصالها للجانب الفلسطيني في هذا السياق؟ رسالة إسرائيل واضحة يعني رسالتها بالأمس هي رسالتها اليوم ورسالتها أيضا في الغد من غير المتوقع أن نسمع أو أن نرى أو أن نعاين سياسة إسرائيلية غير الذي رأينا ومن المعروف أن دائرة العنف التي مارست إسرائيل منذ قيامها حتى كثكرة هي دائرة لم تفضي بها ولم تفضي بها بأي حال من الأحوال لا إلى أمن ولا إلى استقرار ولا إلى سلام وبالتالي إسرائيل تقوم بالوصفة المجربة والخاربة في نفس الوقت وهي عدم التفاهم مع حقوق الجماعة والشعب الفلسطيني واستخدام شتى أشكال القوة والعنف والإقصاء والاستبعاد برأي ما يرتبط بإسرائيل واضح ولكن ما يستحق التوقف هو المبادرة الشعبية الجماعية الفلسطينية في شكلها ومضمونها ومناسبتها والطريقة التي جرى من خلالها التعبير عن موقف جمع أحكم وعي الفلسطينيين للمرة الأولى منذ الانتفاضة الأولى عام 87 يجري بلورة مبادرة بطريقة مختلفة تتناغم مع ما كان في الانتفاضة الأولى تتطلب مننا أن نعي طبيعتها ولحظتها وأن نلاقي بالمعنى السياسي والاستراتيجي من طرف كل القوى السياسية الفلسطينية والمجتمع الأهلي أن نلاقي هذا التحول هذا النموذج هذه الحالة بالطريقة المناسبة التي تضمن لها التثمير والتي تضمن لها الاستمرار والتي تضمن لها التطوير طيب من جانب آخر هذا الاندفاع أقصد اندفاع المواطنين في قطاع غزة هذا الاندفاع بلا هوادة نحو أزيز رصاص واضح أن له أهداف لإقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء كيف نفسر وما الرسالة التي يحملها هذا الاندفاع العفوي والبريء والمقصود وكل في فئان المعنى شوف بالمجابة التي جرت في غزة قبل بضعة أيام وهي معركة بكل معنى الكلمة قال الفلسطينيون صوتهم وموقفهم في وجه الجميع بشكل سلمي وبشكل مدني وقالت إسرائيل طبيعتها وقالت موقفها وقالت طريقة تعاطيها إلى جانب التفوق الأخلاقي الذي كان عند الفلسطينيين يعني فيما جرى على حدود قطاع غزة إسرائيل تورطت مرة أخرى في وحل متعدد المستويات من الأخلاقية ومن غياب أيضا من غياب الرؤية السياسية المناسبة من حيث مصلحتها إن طريق العنف التعاطي مع حقوق الفلسطينيين ومع آمالهم وطموحاتهم وأشكال نضالهم لن تفضي بإسرائيل إلى تحقيق أي هدف من أهداف الوجودية والاستراتيجية والسياسية بدليل مطالعة بسيطة لقرن كامل من ممارسة العنف وبالتالي بمقدر ما كانت الرسالة الجمعية الفلسطينية واضحة وكما قلت أنتجها وعي شعبي يعي ماذا يفعل وقد جاء ذلك في لحظة حارجة فلسطينيا وإقليميا ومن هنا تأتي أهميتها ومن هنا يجب أن يأتي توصيف فل عميق سياسيا وقراءتها من هذه الإحداثية نرى الوجه الحقيقي والفعلي لإسرائيل الذي لنا خبرة طويلة فيه يعني من كان يتوقع من إسرائيل سلوكا خلافا لذلك هو مخطئ في قراءة طبيعة إسرائيل ومخطئ في قراءة سلوكاتها واحتمالاتها ما هي أفاق الإفادة من ذلك الذي جرى ومن المتوقع أن يستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري بقصد على الصعيدين الداخلي وكذلك الخارجي بالمعنى السياسي والداخلي بمعنى المصالحة شوف اللي جرى بالأمس يعني هو تحدى أعناق مختلف القوى السياسية تعداها يعني المطلوب هو عملية تثمير سياسي وهذا السؤال يلقى على القوى السياسية المعنية موالية معارضة عابرة سبيل بغض النظر يعني هذا التحدي مطروع على الجميع كله انطلاقا من مستوى مسؤوليته كيف يمكن تثمير ذلك أولا على صعيد تحويل الحالة أو المبادرة إلى حالة مستديمة أو مستدامة وثانيا ملاقاة الرهانات الجماعية الفلسطينية بصورة مناسبة سواء على مستوى مسألة الحل للصراع أو على مستوى ترتيب النظام السياسي الفلسطيني داخليا وبالتحديد مجابهة الانقسام وتطوير نظام أو رؤية أو مقاربة أو آلية أو توافق ينظم الجهد السياسي الفلسطيني الداخلي وينظم اختلافاته عندما يختلفون من الصحيح أن يختلفوا ولكن لا يجب أن يتم الاستمرار بحالة الخلاف كما شهدناها في حالة وضع الانقسام والثقافة التي ترتبت عنه يعني المجتمعات السياسية القالقة التي تكون تعيش أوضاعها على غرار الوضع الفلسطيني هي بحاجة ماسة لتنظيم الاختلاف أكثر أو كأولوية على تنظيم الاتفاق هذا السؤال وهذا التحدي مطروع على كل القوى السياسية مطروع أيضا على الوعي الجمع الفلسطيني أن يحرص مبادراته من خلال مطالبة مجتمعه السياسي بكافة تكويناته أن يلاقي المبادرة في المكان والطريقة المناسبة والسياسي في تقديرك بلغت ذلك المستوى من النج لالتقاط هذا السلوك العفوي لالتقاط الحالة التي وصل إليها الشعب الفلسطيني ليست حالة غريبة عليه شعبنا دائما صاحب مفاجآت لكن وطالما أثبت أنه على قدر التحدي وعلى قدر الرهانات لكن المرة ربما تفوق على ذاته في هذا الذي جرى قبل يومين في قطاع غزة وكما قلنا المفترض أن يستمر حتى الخامس عشر مواد ذكرى النكبة ويمكن لو عدلنا التعبير أستاذ خالد كنا شعبنا صاحب مبادرات وليس مفاجآت وهو على آتي حال مختارا بمقدار ما هو مضطر لأنه التعبير عن الذات يتطلب في ظل سياق سراع مركب معقد مثل الذي نعيشه يتطلب من الوعي الجمعي دائما أن يبلور مبادرات على غرار ما عرفنا في تاريخ المعاصل الشعب الفلسطيني أما فيما خاص القوى السياسية فبضوء تجربتنا معها وهي تجربة طويلة ومعقدة يعني إن سوء الظن من أذكى الفطر ولا يجب أن نخدع أنفسنا بوهم ما إن هذه القوى مطالبة مطالبة للمرة الألف وعلى قاعدة مصالحها وعلى قاعدة شرعية تمثيلها وعلى قاعدة مسؤوليتها أن ترتقي إلى مستوى هذه اللحظة وأن الهامش الذي كان متاحا للعبث في الحياة السياسية الفلسطينية يضيق يوما بعد آخر وعندما تضيق الهوامش يتعين على القوى السياسية أن تفكر بطريقة مختلفة عما تعودت عليه خصوصا عندما تكون الطريقة التي تعودت عليها في التفكير هي طريقة سلبية ودرب موصوف للخسارة ولا يربح من وراء أحد طيب وقد أزف وقت الامتثال لحالة من الوعي مطلوبة الآن هناك استحقاقين عاجلين وضروريين الآن بقصد المجلس الوطني والمصالحة أو المصالحة والمجلس الوطني وهم احتياج وضرورة ربما أكثر من أي وقت مضى الآن التحدي القائم يفرض علينا الانصراف فورا إلى مصالحة تقتضيها المصلحة الوطنية العليا وأن نبدأ بالتحضير لمجلس وطني لا بدل المناكفات الحاصلة الآن وديت لدعوة وما وديت لدعوة وهذا مرفوض وهذا مش مرفوض وإلى آخره بدل هذه اللغة التوتيرية يفترض أن نحتكم كلنا لسقف لسقف من خطاب توحيدي من خطاب وحدوي بقصد من خطاب توفيقي من خطاب وطني بدل هذا الخطاب التوتيري اللي بنعيش تحت سقفه على الأقل في هذه المرحلة يعني دون عدنا شاك السنس خالد يعني هاي أوليات وأبجديات العمل السياسي حتى لقبيلة فما بالك لجماعة على غرار الجماعة الفلسطينية ولقضية مثل قضية فلسطين التي نحتاج لعادة قراءة معناها أولا نحن الفلسطينيين لأنه إذا تكون لدينا الوعي المناسب بخصوص المسألة الفلسطينية سوف نبدد الكثير من المشكلات والعقبات وسوف نتجاوز الكثير من المورثات والثقافات التي لم تكن مناسبة في أرق الأوصاف لم تكن مناسبة لا بنا ضمن الوضع الذي نعيشه ولا مناسبة بجلالة قدر فلسطين وسموه معناها من الأرض حتى السماء لطريقة الوعي التي سوف تتحلى بها مختلف الأطراف هي التي يجب أن نسألها إذا بضوء المتغيرات القائمة في المشهد الفلسطيني وفي مستوى مشهد الصراع وربط ذلك بما يجري في الإقليم من تحولات ومن اتجاهات ومن ترسيم لمعادلات إذا بقيت طريقة الوعي التي تتحكم بالأطراف السياسية الفلسطينية كما عهدناها فإن الأزمة سوف تتفاقى ورح تضل عادات التفكير الموجودة عنا تلعب وتعبث في وقت حرج للغاية أما إذا رأينا طريقة وعي ومقاربة وطريقة تفكير مختلفة عند ذلك يمكن أن نقول بأن القوى السياسية الفلسطينية بدأت تتلمس طريقا سياسيا مناسبا في التفكير المعضلة هناك والجواب عليها ليس عندي ولا عندك وعند القوى السياسية والكيفية التي تعي بها الأمور هل هي طريقة وعي سياسي ناضج مسؤول يلاقي المتغيرات يلاقي الضرورات وفقه الضرورات بطريقة مناسبة أم طريقة وعي مجزوئة وموتورة أو متوترة أو مرضية ومبنية على أساس غرائز بدائية أولية لا تصلح في الحياة السياسية هذا السؤال يجب أن يلقى على كاهل وفي وجه القوى السياسية الفلسطينية كافة لو قدر لما سنقوله أنا أوت أو نقترحه أنا وأنت على هذه القوى والأحزاب السياسية اليوم شو بنقترح عليهم كيف يمكن الإفادة من دورة الوطني المزمع عقد أواخر الشهر الجاري لجهة توحيد المقولة والخطاب والجهد كيف ممكن نستغل هذا الحدث الذي يفترض أن يكون حدث تاريخي نحن بنجدد شرعياتنا وهذه ضرورة تقتضيها يعني تقتضيها تقتضيها الحاجة يقتضيها الراهن الذي نعيشه بكل تفاصيل وعلى كل الصعود وعلى كل المستويات نعم أنت أجبت أستاذ خالد لما قلت توحيد المقولة والكلمة والخطاب بس بدك القوى والفاعلين السياسيين المعنيين بفعل ذلك يعني عقد المجلس الوطني يعني بدون منعطيه وصف هو ضرورة لعادة إنتاج الوضع السياسي أو المشهد السياسي الفلسطيني وقد تأخر عقده كثيرا وتأخر عقده ينافي فقه الضرورة وبنافي فقه الحاجة السياسية وبنافي أيضا القراءة السليمة والمناسبة لفقه فلسطين لأن هذه القوى لو أعادت قراءة فقه فلسطين كما يجب وكما يتعين فالكثير من المشكلات والكثير من العقبات والكثير من الخلافات والكثير من الانكسامات سوف تتجاوزها تلقائيا وبالتالي هنا هنا المعيار وهنا المقياس فقه فلسطين وفقه الضرورة وفقه السياسة وفقه الحاجة المبنية على أساس المصالح الوطنية والعواطف الوطنية التي لا يختلف بشأنها اثنان للجماعة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في صياق المجريات التي تشهد على المنطقة يعني هنا التحدي وهنا الاختبار وهنا يجب أن يكون المؤشر الذي نقيس من خلال مواقف القوى السياسية المختلفة في الساحة الفلسطينية إذن هناك شروط دكتور لعادة إنتاج حالة نشطة من الفعل الوطني المسؤول الناضج الواعي والذي يمكن أن يشكل الدرع الحامي الآن في ظل ما يتهددنا من مخاطر على غير صعيد النخب نخبنا السياسي والقوى والأحزاب ألا تعي هذه الشروط وهل هذه الشروط لهذه الدرجة تتعارض مع أسباب قيام هذه القوى والأحزاب لا استاذ ممكن في أيام سابقة أو مرات سابقة اتفقنا أنا وأنت على الأقل حول ما يمكن تسميته بالبركات العظيمة لفلسطين يعني الوضع الفلسطيني في مكان ما يدين كثيرا إلى بركات فلسطين ولا يدين كثيرا إلى كفاءة المقاربات والقوى السياسية الفلسطينية التي تداولت في الحياة الفلسطينية منذ قرن حتى الآن القوى السياسية إذا مرتقت إلى معنى فلسطين ولاقت بركاتها بالإطار المناسب بالطريقة المناسبة تفعل خيرا بنفسها وتتسلح بالمعنى العالي لفلسطين وتهتدي سياسيا إلى طريق قويم نسبيا المسألة بالنسبة لهذه القوى واضحة ولكن خلينا نتفق ونقولها بوضوح لا نقول بشجاعة لم تدفع هذه القوى ثمن الترهل ثمن عدم اختيار الصواب ثمن القصور ثمن الفشل لم تتعود ولم يكن في تاريخها السابق ما يشير إلى أنها قد دفعت ثمنا لكل ما هو سلبي وبالتالي اتكأت كثيرا على غياب القصاص الموضوع من جهة واتكأت كثيرا على بركات فلسطين بس هي كمان بركات فلسطين وغياب القصاص هي أشياء تستنفذ يعني إذا لم تدرك القوى السياسية الفلسطينية من كل اللون اللحظة ومتطلباتها وضروراتها في كافة المستويات يعني المحلي ومستوى الصراع والإقليم وتعقيدات الكون إذن هي ليش موجودة يعني مشان مدخرة لأي لأي وظيفة إذا لم تدرك ذلك وتعمل بضوء ذلك وتذهب إلى كلمة سواء بينها وبين هذه المتطلبات وهو في صميم وصلب مصلحتها إذا لم تدرك ذلك يعني السؤال مشروع يعني ماذا تفعل هي في حقل الواقع والتاريخ هذا 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 هو السؤال هذا هو السؤال دكتور أنه سقف رهانات بعضنا عالي في ظل انجراف قوى وقوى ووازنة بصراحة وكينات راسخة نحو حافة البقاء الأخير دعنا نقول هل ينسجم هذا الرهان مع أبجدياتنا الوطنية مع إمكاناتنا مع ظرفنا بكل ما في واضح لا إذن لماذا الرهان على عبث زائف وللأسف شديد مواصلة هذا الرهان وهذا مكلف مكلف تماما مكلف بكل المعاني مكلف لنا نعم دون نشك الساس بس يعني خلينا نتفق حول مسألة وهي عندما تكون هناك منظومة من القوى السياسية التي تشغل الحيز السياسي في وضع مثل الوضع الفلسطيني لم لم تعرف في تاريخها قوة النقد الذاتي والتعديل كقوة فعلية حقيقية متواصلة ومستمرة نحن بهمناش الأصوات التي تخرج هنا وهناك أو تنتقد هنا وهناك سواء وجهت نقدها إلى داخل القوى السياسية أو إلى قوى أخرى لا تحويل النقد والتعديل والتبديل والتغيير بما يتناسب مع الضرورة السياسية إلى ثقافة وإلى عادة ذهنية لم تفعل ذلك ولم تدفع ثمنا لغياب هذه الثقافة يعني أعطيني في تاريخنا في قوة سياسية دفعت ثمنا بالمعنى الجدي والحقيقي جراء لا وظيفيتها نحن نحن لدينا كثير قوة سياسية تدفع منه القوى السياسية معناتك تحكي عن خلل ومرض فادح ومرعب ومهول وهذا جزء من الأزمة البنيوية التي يعيش الشعب الفلسطيني في العلاقة بين القوى السياسية التي تهيمن فيه أو تشغل الحيز السياسي مع المجتمع الأهلي ومع معنى فلسطين يعني إذا كانت وظائف خارج هذين البعدين أو متنافرة أو بعيدة أو قاصرة مع هذين البعدين معنى فلسطين والمصالح الحيوية والعواطف الأساسية للشعب الفلسطيني إذا ما تشتغل طيب واضح دكتور الفضاء السياسي يقول أنه ثم تنهيار أخلاقي في في تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع الملف السياسي فيما خصنا إحنا الفلسطينيين الحياز المطلق الحياز المفرط بالعكس الآن فيه تبني واضح وإحنا مشكلتنا مع الولايات المتحدة واضح أنه ليس إسرائيل بصراحة السياسي الأمريكي جعلتنا نذهب إلى هذا الاعتقاد ألا يفترض أن هذا التفرد وهذا الانجرار وهذا الانهيار في المنظومة الأخلاقية في التعاطي مع الشأن الفلسطيني ألا يفترض أن ينتج على بمعنى من المعاني أو على نحو ما يعني شيء موازي على المستوى الدولي أوروبا روسيا الصين إلى آخره استاذ أمريكا يعني قامت بواجبها فيما خص مثلا اللقطة الأخيرة أو المشهد الأخير ويجب أن نشكر الولايات المتحدة الأمريكية على وضوحها السافر في عدوانيتها تجاه الشعب الفلسطيني وفي تحالفها العميق إيديولوجيا سياسيا وستراتيجيا مع إسرائيل ومشكلتنا يعني ليست مع أمريكا دون إسرائيل وليست مع إسرائيل دون أمريكا مشكلتنا مع أمريكا الإسرائيلية ومع إسرائيل في أمريكا يعني هذا من جهة من جهة أخرى قيام الولايات المتحدة الأمريكية يعني بسلسلة المواقف المتصاعدة التي آخرها كان موقفة في مجلس الأمان ويعطي الصورة الحقيقية لأمريكا التي تفسع عن نفسها وللبعض فينا بدون يشوف هذا المتغير يعني ما بدون يشوف بدون أمريكا كما يراها أو كما توهمها أو كما يريدها هاي مش موجودة أمريكا المتوهمة غير موجودة عندك أمريكا التي تراها في مجلس الأمان وتراها في الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل وتراها على ما يقول المثل بالباع والذراع مع السياسة الإسرائيلية ومع الإديولوجيا المتحكمة في إسرائيل والعلاقة والليست سياسية فقط هي وجدانية عاطفية إديولوجية عند تيار المهيم في الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل في مواجهة ذلك الحجر الأساس هو الصمود السياسي الفلسطيني وتدعيم هذا الصمود بعناصر البقاء والاستدامة والاستمرار في كل الصعد وفي كل المستويات وفي مواجهة ذلك يوجد عالم يوجد عالم عبر عن هذا الموقف يعني في الأوينة الأخيرة مثلا من خلال الموقف الذي اتخذ في مواجهة موقف الولايات المتحدة الأمريكية بمسألة القدس والاعتراف بها كعاصمة لدولة إسرائيل وحتى بالأمس وإن كان يعني مثلا مش بنفس العلو والغلو الأمريكي في الموقف يعني لا يمكن أن يترك العالم المسألة الفلسطينية مش لأن الفلسطينيين مهمين لأن فلسطين هي مفتاح أساسي للأمن والاستقرار والسلام في المستوى الإقليمي والكوني موضوعيا هي هيك وبالتالي يعني وجود جبهة مناهضة أو مقابلة أو مختلفة أو معارضة أو مناهضة للموقف الأمريكي هي موضوعيا قائمة شكل التعبير عنها قد لا يرتقي إلى مستوى مثلا الامفعال العاطفي أو التوقعات الموجودة عند الفلسطينيين باعتبارهم يعني تحت الضرب ولكن لا يمكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتخيل العالم بدون جبهة مناهضة للموقف الأمريكي من فلسطين إلى حيث شئت وهذا حاصل ولكن شكل التعبير عنه ظروف التعبير هي التي تختلف وأظن أن في الترسيم الحاصل لمعادلات العالم على مستوى الإقليم وعلى المستوى الكوني سوف نرى سوف نرى طبيعة هذه القوى وبالتحديد في الموضوع الفلسطيني بصورة أكثر وضوحا وأكثر جلاءا الرئيس أبو مازل استطاع على مدى الفترة الفائتة أن يؤسس لفضاء سياسي أن يؤسس لحلف موازي للجم سياسات الولايات المتحدة اللامعقولة بصراحة اللامنطقية واللاخلاقية أيضا في تقديرك مدى متى سنبدأ أو متى سنشهد بداية قطاف سياسي ومتى سنشهد بداية يعني فعل سياسي تقود روسيا وهذه المنظومة التي يمكن أن تحدث ذلك التوازن المفقود على المستوى الكوني في التعاطي ليس فقط مع القضية الفلسطينية وإنما مع مختلف القضايا لكن ما يعنينا هو قضيتنا الوطنية في هذه المرحلة أستاذ خالد الصراع محتدم بين المقاربتين يعني المقاربة الأمريكية ومن معها مع المقاربة الروسية ومن معها يعني على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي الصراع محتدم ونحن ندخل في عقدة ترسيم المعادلات وفي هذا الصميم في هذا الخضم يعني في جوهر الذي يجري فإن الصمود السياسي الفلسطيني كما عبرت عنه المقاربة الرئاسية في الثلاث أو أربع أو خمس سنوات الأخيرة وهي خمس سنوات صعبة للغاية فلسطينيا وإقليميا وكونيا هو معطى جوهري وأساسي ومؤسس لأنه من غير الممكن أن يكون هناك اصطفاف أو تعبير يعني في مستوى الإقليم والعالم بدون توفر معطى فلسطيني يلاقي الاحتمالات والتواقعات الإقليمية والكونية بصورة مناسبة وهون مرة أخرى المسألة لا ترتبط بمفردتين أو بكلمتين يعني أنه هناك سمودا سياسيا حقيقيا وهذا السمود يحتاج إلى عناصر الاستدامة بمعنى أن يرفض بكل أشكال الدعم في مستوى الجبهة الداخلية في مستوى الحياة اليومية للناس في مستوى إنهاء الانقساب في مستوى تصعيده وتثميره في كل الصعود وفي كل المستويات وأنا أظن أنه يعني إذا جاز القول بأن في الآوينة الأخيرة أعربت روسيا عن وجود مظلة نووية ترتبط بروسيا وبحلفائها ودخول هذا المعطى في تشكيل السياسة أو صراع المحاور على المستوى الكوني فإن لهذه المظلة بعدا معنويا مهما يعني البعد المعنوي والسياسي للمظلة النووية الاستراتيجية الروسية ومن غير الممكن ألا تكون فلسطين وصمودها السياسي خارج نطاق عمل هذه المظلة إدامة حالة الصمود السياسي دكتور لها متطلبات يعني إضافي لأنه تفضلت في يعني أنه إحنا الفلسطينيين من نملك العب الأكبر ربما أو من يقع على أعتقد العب الأكبر ونحن الأقدر على الإبقاء على هذه الحالة من الثبات لكن في متطلبات أيضا وفي واجبات واجبات أخلاقية ودينية وإنسانية وأخرى ذات بعد إسلامي وذات بعد عروبي اليوم في ظل هذه الحالة من التردي على المستوى الإقليمي والبعض العربي هل لنا أن نضمن توفير جزء يسير من هذه المتطلبات يجب يعني ضروري أستاذ خالد خلينا نتفك حول مسألة أن المنطقة بان الصعود الكبير يعني مثلا العربي والإسلامي فيما خاص المسألة الفلسطينية أو الهوان والسقوط كما نشهد حاليا في جزء أساسي في العالم العربي والإسلامي هذا لم يمس من الأهمية الموضوعية للمسألة الفلسطينية يعني في كل الأحوال بقيت فلسطين مفتاح أساسي ومركزي لشرق الأوساط الوضع العربي والوضع الإسلامي ومؤشر على هوية كونية أيضا يعني نتفق حول هذه المسألة لكي نقدر القيمة الفعلية الحقيقية لفلسطين ومسألتها اثنين عندما تتحدث عن مسألة الصمود السياسي لا تستطيع ممارسة ذلك في المستوى السياسي وقضي الأمر بدك تستمارسه في مستوى تفاصيل الحياة اليومية للناس في مستوى حتى الوجداني والشعوري وبدك تبحث له عن كل سند ممكن احنا منعرف ويمكن حكينا ذات مرة لدينا عربين وليس عرب هناك عرب فلسطين وهناك العرب الذين يتاجرون بفلسطين وهناك دول إسلامية يعني إنها بوقف إيجابي بخصوص فلسطين وهناك دول إسلامية أيضا تتساوق مع المتاجرة بخصوص فلسطين وكذلك على المستوى الكوني بقي كيف يمكن نظم كافة هذه الإمكانيات ووضعها في سياق سياسي وستراتيجي ابتداء من الذات وصولا إلى الإقليم والكوني بما يؤدي إلى تصليب واستدامة الصمود الفلسطيني وبما يؤدي إلى تحقيق الطموحات والآمال والرهانات الفلسطينية داخل معادلات صعبة ومعقدة ومروعة يعني هذا هو السؤال الملقع على الفاعل السياسي الفلسطيني طيب قد أشرت إلى أنه ثم تهوان وسقوط في بعض الحواضر العربية والإسلامية هذا جعلني ألتفت إلى بعض السلوك المعيب والسلوك المشين للبعض أنا أتحدث عن ممكن أتحدث عن قوة عن أحزاب وعن نخب سياسية وعالمية وثقافية وممكن أتحكي عن ناس فاعلين في مواقع متقدمة اليوم في تقديرك من المسؤول عن يعني إنتاجها ما هي مسببات هذا السلوك كما قلنا هذا السلوك المشين في أقل أقل تقدير أقل ما يمكن أن نقول فيه أنه سلوك مشين وإنت أشرت إلى أنه يعني فلسطين يجب أن توحد وفلسطين لهذاين في عناق الجميع وواجب الزود والدفاع عنها واجب جمعي مش واجب الفلسطينيين لوحدهم اليوم نشوف اللي بيزاودوا على فلسطين وبيزاودوا على حتى على شهداء على من ينزفوا وعلى من ترتقي أرواحهم بشكل يومي نحو السماء يعني شو بدك أكثر من هيك يعني سلوك سلوك مشين أستاذ مواقف الأطراف ترتبط بسلامة الوعي والإرادة والمنطلق أو بفساد الوعي والإرادة والمنطلق يعني هذول عندهم إحالتين مختلفتين تماما في اللحظة الراهنة حيث يقف الجميع على خط البقاء الأخير لأنه ما في مجال يعني الكل يقف على خط بقاء أخير نحن وخصومنا العرب وفلسطين والعرب المساومين عليها كل الأطراف تقف على خط البقاء الأخير وبالتالي يظهر الموقف الفعلي والحقيقي بدون مناورة وبدون إيهام صاحب الموقف الفاسد في الإرادة والوعي والسريرة والمنطلق يعبر عن فساد موقفه وردأته وصاحب الوعي الإيجابي والإرادة السليمة والمنطلق الصحيح يعبر أيضا والحلال وبين والحرام وبين وما لازم نضيع في المتشابهات والأمور واضحة وضوح الشمس يعني لا تحتاج إلى عقل سياسي عميق وحصيف لكي يصنف ويجرى التصنيف من إلى وهذا يعني هذين الفاعلين هما أيضا مندمجين في حالة الصراع القائمة حاليا في مستوى الإقليم والعالم وبمناسبة فلسطين تحديدا وبالتالي يعني يجب أن نشكر الزمن الذي كشف لنا النقاب عن من يقف مع نفسه وبالتالي يقف معك ومع الحق ومن يقف ضد نفسه ولا يقف معك ولا يقف مع الحق لكن الخطورة والمدعاة للقلق دكتور أن هذا الفعل يتنامى يعني هذا السلوك يتنامى وهناك من باته يفاخر ويجاهر به هناك من باته يفاخر يعني بأنه له يعني تربطوا علاقات بإسرائيل وإحنا مش ضد لكن يجب أن يصار في البداية إلى حل المشكلة الرئيسية إحنا تنحل مشكلتنا وبعدين كل الدين تتعاطى مع إسرائيل وتفتح علاقات معها وتفتح ما أن هذا لا يعنينا الأمر لكن لا يكون هذا على حساب قضيتنا الوطنية إحنا هذا ما يعنينا في نهاية الأمر السؤال اليوم أنه يتنامى كما قلنا وللأسف الشديد يعني بات البعض يتفاخر بمثل هذه الألاقة أستاذ لا يمكن أن يكون إلا على حساب يعني أي توجه نحو إسرائيل من دول المنطقة والإقليم وخاصة العالم العربي والإسلامي لا يمكن أن يكون إلا على حساب الحقوق الفلسطينية وبالتالي من ناحية أخلاقية ومبدئية يجب أن نكون ضد بغض النظر عن قدرتنا في ممارسة هذا الضد يعني وفي تحويله إلى قوة هذا من جهة من جهة أخرى لو جينا نستعرض مثلا القوى المحسوبة على إسرائيل الظاهرة والكامنة أو القادمة وجينا نشوف القوى التي اتخذت موقفا من إسرائيل باعتبارها تهديد للحقوق والمصالح والعواطف والرموز وإن هي الكيانات والقوى الوازنة وإن هي الحواضر وإن هي الكيانات التي تمتلك القدرات للستراتيجية وأين تقف الآن في لحظات العلو الكبير ترى الكثير من الزبت وفي لحظات العلو الكبير أيضا تكشف الكيانات والحواضر والقوى عن معدنها وعن حقيقتها وعن طاقاتها الاستراتيجية وهي التي يجب أن نتوجه إليها ونتوقع منها وأن نراهن عليها أيضا لأن هذا الحلف هو الحلف الذي من خلال ما يمكن تسميته بجهاد الدفع هو الحلف الذي يعبر عن عواطف المنطقة وشعوبها وعن مصالحها وعن حقوقها داخل وضع مركب وصعب ساحات مشتعلة وتميد الأرض تحت الجميع في اللحظة الراهنة وهو الحلف الأقرب إلى أصالة الرؤية وأصالة الموقف وهو الحلف الذي يملك أو القسم الذي يملك أو الطرف الذي يملك القدرات بالمعنى الاستراتيجي العميق هنا هنا يجب أن نركز النظر استاذ قبل أن ندخل على الاستوديو لما سألتك كيف شايف الوضع في ظل كل هذا في كل هذه التطورات المتسارعة قلت لي بالحرف لم نكن في يوم على مقربة من أمل ما مثل ما نحن الآن بأي مانا تأهام أستاذ خالد في مستشرك فرنسي كان عنده روح عروبية اسمه جاك بيرك له مقول مهمة قال أن العرب قد غادروا التاريخ بمعنى الدور التاريخ منذ ألف عام وهذا صحيح يعني نحن غادرنا الدور التاريخ منذ ألف عام ولكن على مدار الألف عام الماضية لم نعدم حركة مقاومة أو راية مقاومة أو صوت مقاومة من أجل عودة العرب إلى التاريخ منذ ألف عام حتى الآن لم نكن أقرب من استعادة الدور عند القوى الحية في الأمة مثل ما نحن عليه الآن وهذا يجري داخل ضرف صعب حتى إذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون في الله الظنون يجري داخل وضع صعب للغاية ولكن النظر استراتيجي العميق يقول لنا بأننا لم نكن أقرب مما نحن عليه الآن من استعادة مكانة ودور تاريخي في عالم يتشكل في صميم ذلك نحن نعرف حجم الأوضاع والتراكمات السيئة والمحبطة التي عشنا بداخلها ونعرف حجم الحصارات والأثمان التي دفعت ولا زالت تدفع لها ولكن لم نكن في يوم من الأيام أقرب من أمل ما من تغيير ما يجري بحكم المشهد الإقليمي والكوني وبحكم الفاعلية الفلسطينية التي تلاقي احتمالات الإقليم والعالم مثل ما نحن عليه الآن أنا أقصد بهذا المعنى أستاذ خالد غادر العرب دور الفاعل المؤثر منذ ألف عام ثمت ممكنات لمل هذا الفراغ الآن أنا معك ولا يا دكتور أشكرك على كل حال أن كنت ضيفي في حال السياسة لهذا المساء شكرا جزيلا لك دكتور محمد فرحاد جرادات الباحث في الشعون السياسية كنت معي عبر الأقبال الاستماعية من مدينة بيت لحم شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام لنا لقون يجمعنا في حلقة أخرى قادمة حتى يحين ذلك لكم محبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء